موسيقى جبال أمام المنتدى البرلماني لدول بريكس يؤكد أن الشراكة الأفريقية مع بريكس خطوة لتصويب العمل الدولي متعدد الأطراف التعليم تؤكد أن نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2023-2024 سيكون مماثلا للعام الماضي النيتو يعلن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن دخائر وروسيا ترفع الإنفاق الدفعي بنسبة 70% الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرامج نشراء إخبارية مفصلة تأتيكم على التلفزيون المصري أهلا بكم يوصل مجلس نواب استقبل الأعضاء لتوقيع على نماذي نماذي تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لليوم الثالث على التوالي وقد أتحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذي تزكية المترشحين والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا للنص الدستوري الذي يقضي بأن يسترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشحة عشرون عضو من أعضاء مجلس النواب ننفذ استحقاق الدستوري اللي هو بالنسبة للترشح لرئاسة جمهورية بيبقى طبعا المشارع الدستوري حطها شروط معينة يمكن من أهمها أن المرشح يزكى من 20 نائب على الأقل المجلس النواب أو من 25 تأييد من 25 ألف مواطن من الكلام على 15 محافظة بواقع ألف من كل محافظة للتأييد فطبعا نحن النهاردة بممارس هذا الحق الدستوري في زخم في المجلس الموقر عدد من السادة النواب من مختلف الأعزاب جاءوا للتوقيع على استمارات تفويد مرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية الفترة القادمة الحقيقة منصب كبير بيرتم مسئولية كبيرة جدا وأثر كبير جدا على بلادنا في حضرها وفي مستقبلها يمكن أنا منتمي لحزب مستقبل الوطن متشرف بهذه الصفة الحزبية والحزب قد أعلن منذ فترة دعمه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة بدأنا للإحقاق الدستوري النهاردة ودينا 3 أيام بنعد ليه من خلال عمل توكلات تأييد لفخامة السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحنا كلنا بندعمه وأنا من ضمن اللي بيمثله حزب مستقبل الوطن في محافظة المينيا فكل الحمد للأحزاب عملت مشاركات سياسية وعملنا أكثر من اللقاء منها في الصهاج ومنها في القاهرة كلنا لتأييد معالف خامة السادة الزعيم عبدالفتاح السيسي إحنا جايين النهاردة بنعمل تفوضات للمرشحين للانتخابات الرئاسية بنقول إن ده دورنا وده حق مصر وحق بلدنا علينا إحنا نأمل إن إحنا نوصل الصورة بإن روح تلاتين ستة ما زالت موجودة إحنا عايزين نقول للقاصي وداني إن مصر وقف على رجليها مصر قادرة إنها تعمل مصر اللي عملت المعجزات في العصور اللي فاتت إن شاء الله عندها معجزات جديدة من بنية تحتية من طرق من مشاريع ومن نهضة وبإذن الله إيدينا مع إيدي قيادتنا حنوصل لبر الأمان شارك رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حانا في جبالي على رأس وفده من مجلس النواب في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس والمنعاقد في جنوب إفريقيا وهي المشاركة الأولى لمصر منذ دعوتها للانضمام لعضوية تجمع بريكس وخلال كلمتها أكد جبالي أن السباق الدولي الحالي مليء بتحديات والمتغيرات المتسارعة والمتلاحقة وهو ما يدفع القارة الأفريقية باتجاه تدشين شركات دولية تعيد موضعها بما يتناسب ومكانتها المستحقة واصفا الشركة الأفريقية مع تجمع بريكس بأنها خطوة مهمة على طريق تصويب العمل الدولي متعدد للأطراف من خلال أطر تعاونية تستند إلى القيم المشتركة والمصالح المتبادلة كما أكد جبالي تثمين الدولة لتحقيق شركة ذات منفعة متبادلة بين القارة الأفريقية وتجمع بريكس لافتا إلى وضع القاهرة جميع إمكانتها وخبراتها النوعية لتكريس تلك الشركة أكد وزير التربية والتعليم رضا حجازي أن عملية تطوير تانوية العامة ستكون وفق أسس ونظم ومعايير عالمية وقواعد تحقق الشفافية مشيرا إلى إعداد دراسات للوصول إلى أفضل النظم التعليمية وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد أكد حجازي أن المناهج صناعة علمية لافتا إلى أنه لن تكون هناك أي مفاجأة فيما يتعلق بهذا النظم مشددا على أن امتحانات التانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 لن تشهد أي تغيير لحين الانتهاء من التطوير مشيدا بالمدارس التي تمت إقامتها وفقا لأفضل المعايير ضمن مبادرة حياة كريمة لازم أطمن أبناء طلاب السنوية العامة أن إجراءات امتحانات السنوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما علشان يتفرقوا لعملية الاستعداد للمذكرة أو التعلم مثل ما تم بالزبط سواء الأسئلة الموضوعية أو الأسئلة اختيار متعدد أو الأسئلة المقالية احنا كمان لازم نستفيد من الدروس ونكافح موضوع الغش حتى نضمن لحقوق ولادنا وده إجراءات الوزارة عاملها في موضوع طبعا التحولات وهذا الملف بالذات وأنتم أكثر ناس عارفين هذا الكلام فاحنا الحقيقة واخدين إجراءات في موضوع التحولات للطلاب علشان نضمن العدالة وحقق المطالب وامتحنات السنوات العامة هذا العام الحياة يعني حافظت حق كل الطالب متفوق بدليل نحن عندنا ألف طالب فقط هو اللي حصل على 95% فأكثر و18 ألف طالب هم اللي حصلوا من 90 على 95 وده يعني يعتبر حق وحفاظ لأبدعنا الطلاب المتميزين والمزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يطلعون عليها مراسل التلفزيون المصري باشم أبو العينين بالفعل لدينا المؤتمر الإعلامي والصحفي الذي عقد اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية والذي عقده السيد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والذي استعرض فيه خطة وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024 وقد قال السيد الوزير بأن لدينا نحو 25 مليون طالب في المنظومة التعليمية بصفة عامة في مصر وتحدث الوزير من ضمن النقاط الهمة عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله وأن امتحانات الثانوية العامة أكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة للعام الجديد تماما كما هي بنفس الإجراءات وبنفس الطريقة للعام السابق أيضا تحدث السيد الوزير عن الأمنية التعليمية وقال بأنه سيكون هناك متخصص في متابعة الحالة الفنية للمدارس في كل مدرسة على حدة ورفع التقارير اللازمة عن الحالة الهندسية البنائية للمدارس وذلك حرصا على سلامة وأمن وأمان الطلاب في المدارس العامة تحدث أيضا السيد الوزير عن وجود حوار مجتمعي كما وجه بذلك السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بأنه لابد من وجود حوار مجتمعي قبل البدء في الخوض في إيجاد تشريعات جديدة خاصة بالتعليم وأن التعليم لابد أن يكون أي تطوير في نتيجة أو نتاج حوار مجتمعي وليس قرارات منفردة ويكون أيضا هذا التجديد وهذا التطوير بدءا من أول المرحلة وليس من آخر المرحلة طبعا نتحدث الوزير عن الكتاب المدرسي وأكد أن الكتب الدراسية قد تم توريدها إلى الإدارات وإلى المدارس المختلفة بنسبة تصل إلى 93% وأنه في خلال الأيام القليلة القادمة ستصل نسبة توريد الكتب لكل المدارس إلى نحو 100% أيضا من ضمن الأمور التي تحدث عنها السيد الوزير بضرورة ترفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وذلك بتوفير كافة الكتب الدراسية واختبارات ونماذج وتدريبات على القنوات التعليمية المتخصصة تابعة للوزارة وأيضا على مواقع الوزارة على شبكة الإنترنت بالنسبة للمرحلة الإعدادية تحدث السيد الوزير عن أنه قد تم الانتهاء من تطوير المرحلة الإعدادية وأن الامتحانات التي تجرى في المرحلة الإعدادية هي اختصاص لكل محافظة على حدة وأنه يحق لكل محافظة سواء الالتزام بنظام البوكلت أو نظام التقليدي في الامتحانات حسب الطريقة التي تضمن الشفافية والنزاهة وإجراء امتحانات بلا تسريب وبلا غشة في كل المحافظات المختلفة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024 حتى السابع من أكتوبر المقبل وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه سيتم بدء الدراسة بجميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وهو السبت الموافق 30 ستمبر لعام 2023 بجميع المدارس وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق الحمدانية وخلال زيارته مصاب الحادث في عدد من المستشفيات وجه السوداني بتوفير جميع مستلزمات العلاق للمصابين ونقل الحالات الحارجة على الفور إلى خارج العراق لتلقي العلاق مشددا على مواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجرت الاقتحمات من خلال باب المغاربة قبل أن ينفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحة الأقصى بالإضافة إلى أداء تقص تلمودية في ساحة المسجد وقبالة قبة الصخرة يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مسودة قرار حول تجديد التفويد الأممي صادر في القرار رقم 2240 لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتراض وتفتيش السفن العابرة قبلة السواحل ليبيا وذلك بهدف إجهاض أية محاولات لتهريب البشر عبرها وينص التفويد بحسب القرار المشاري إليه على أن تقوم الدول المخاطبة به بتنفيذ إجراءات للتفتيش والتحقق إما بشكل فردي أو من خلال ترتيبات تتم عبر منظمات إقليمية اشتركوا في القرار المشاري اتهم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باتشينيان أدربيجان بتنفيذ حملة تطهير عرقية في ناجورنو كارباخ وأكد باتشينيان أنه لن يبقى أي من الأرمن في كارباخ خلال الأيام القادمة بما يمثل تطهيرا عرقيا حذرت ريفان المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة وصل أكثر من نصف سكان الأرمن في منطقة ناجورنو كارباخ الذين كان عددهم يبلغ 120 ألفا إلى أرمنيا يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الخارجية الأذرية أن باكو لا علاقة لها بقرار الأرمن في كارباخ لانتقال إلى أرمينيا أو أي بلد آخر من جهتها كشفت موسكو أنها لا ترى سببا يضع الأرمن إلى الفرار من كارباخ نافية لاتهامات بالتطهير العرقي التي وجهت تايريفان لباكو هذا وقد وقع رئيس إقليم ناجورنو كارباخ سنفيل شهر مانيان مرسوما يقضي بحل جميع مؤسسات الدولة وقالت السلطات الأرمينية في كارباخ إن المرسوم يسري اعتبارا من الأول من يناير لعام 2024 مشيرة إلى أنه اعتبارا من هذا التاريخ لن يكون لناجورنو كارباخ وجود وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث بحث الرئيس الأوكراني مع الأمين العام لحلف النيتو يانس تولتنبرغ في كييف سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وأكد زيلانسكي أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطية مسألة وقت وصرح ستولتنبرغ بأن القوات الأوكرانية تستعيد الأراضي بشكل تدريجي وبأنها تحقق مكاسب ميدانية لافتن لأن لديهم تفاقيات إطارية لدعم أوكرانيا بداخائر بقيمة 2.4 مليار يورو تعهد وزير الدفاع البريطاني جرانيت شابس بأن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا لدفاع عن أراضيها السيادية جاء ذلك خلال اجتماعه في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي وأوضح البيان أن شابس هاقد كذلك اجتماعات مع نظره الأوكرانية وتعهد شخصيا بمواصلة دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا أثناء استعادة أراضيها من القوات الروسية أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلا خلال هجوم روسي على منطقة يودسا وميكولاييف جنوب البلاد يأتي ذلك تزامنا مع إعلان مسؤولين أوكرانيين أن الجيش صد هجمات قوية شنتها القوات الروسية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية على أمل استعادة المواقع التي فقدتها على الجبهة الشرقية الأوكرانية شنت القوات الروسية هجمات واصفتها كييف نفسها بالقوية إلا أنها باءت بالفشل وبحسب المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية فإن الجيش الأوكراني واصل صد هجمات موسكو المكسفة بالقرب من كليشيفكا وانريفكا حيث شهدت تلك المناطق آخر 24 ساعة 544 حادث قصف روسي منها سبع اشتباكات قتالية وأربع هجمات قوية مشيرا إلى أن الجيش الروسي لا يزال يقتحم هذه المواقع محاولا استعادتها ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية فقد وقعت ضربات قوية على أربعة أماكن في منطقة دونيتسك وقالت إن 15 بلدة وقرية تعرضت لهجمات بالمدفعية وقذائف المورتر الرئيس الأوكراني زلينيسكي أعلن بشكل متضب أن قوات بلاده تقدمت في قطاع دونيتسك بالشرق دون أن يقدم تفاصيل ورغم أن الحديث الأوكراني الصادر منذ بدء الهجوم المضاد تمحور حول القتال على الجبهة الشرقية إلا أن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما أيضا على الجبهة الجنوبية في غضون ذلك تحاول كييف تقدم جنوبا أيضا نحو بحر أزوف لقطع الجسر البرية الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرمة والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق وتزامنا مع ذلك أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته القوية دمرت أكثر من سلاسين طائرة مسيرة ليلا خلال هجوم روسي على منطقتين أوديسا وميكوليفا وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه تم اعتراض طائرات بدون طيار فوق مناطق الساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية مؤكدة أن روسيا لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة زر قائد الكوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي نايف مايدان الرماية في منطقة كيابا واختبر نايف الأسلحة المقدمة من الحلفاء وقال إن الجنود الذين سيخضعون للتدريبات سيتم إرسالهم إلى جنوب وشرق أوكرانيا وقال إن وحدة كل من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني لأوكرانيا التي تؤدي مهام في منطقة العمليات الشمالية ستغادر في الوقت المناسب إلى شرق وجنوب البلاد لمواصلة أعمال الهجوم المضاد يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا رفع الإنفاق الدفاعي بالنسبة 70% أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن موسكو مستعدة لتفاوض حول أوكرانيا مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض المصالح الأمنية الروسية واعتبر لفروف أن تأخر كياب في الدخول في مفاوضات مع موسكو يجعل من الصعب التفاوض لاحقا مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لمثل هذه الاتصالات يجب أن تكون إلغاء مرسوم الرئيس الأوكراني بلاديمير زلانسكي الذي يحضر الحوار مع موسكو ترجمة نانسي قنقر أظهرت بيانات سعودية رسمية أن معدل بطالة السعوديين بلغ 18% في الربع الثاني من العام الجاري وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية لأن تقديرات مسح القوى العاملة أظهرت أن معدل البطالة الإجمالية في المملكة للسعوديين أو غير السعوديين بلغ 9% في الربع الثاني بنخفاض 2% عن الربع الأول وبتراجع بلغ 9% عن الربع الثاني من عام 2022 طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومة بلاده بتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة يأتي ذلك في ظل حضر الحكومة الروسية بشكل مؤقت تصدير البنزين والديزل لكبح تزايد أسعار الوقود المحلية معاناة يعيشها السوق المحلي الروسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطالبة الحكومة بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة وتهدف مطالبة الرئيس الروسي للسلطات المحلية فرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حضر على تصدير البنزين والديزل ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات خاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالية وشدد بوتين أيضا على الحكومة بضرورة التحرك سريعا ومراجعة ضرائب قطاع النفط كأحد الخيارات المطروحة هذا وقد فرضت الحكومة قبل أيام حظرا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي ذلك من أجل كبح تزايد أسعار الوقود المحلية ولقد بدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بعد إعلان تخفيف القيود في مطلع الإسبوع الجاري على الرغم من تراجعها في بادي الأمر في برصة السلع المحلية في الوقت نفسه خفضت روسيا صادراتها من الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا بنحو 30% إلى نحو 1.7 مليون طن متري وذلك في أول 20 يوما من سبتمبر مقارنة بالوقت ذاته من أغسطس قال مفاوض ستوديوهات هوليوود والمفاوضون عن مماثلي هوليوود المضربين إنهم سيعقدون محادثات في الثاني من أكتوبر المقبل في أول اجتماع من نوعه منذ شهور وانسحبت نقابة المماثلين من العمل في يوليوم مطالبة بزيادة الأجور وفرض قيود على الذكاء الاصطناعي في مجال الترفيهة وهي مطالب مماثلة لكتاب هوليوود ويريد فننو الأداء حماية صورهم وأعمالهم من الاستبدال بالنسخ المتماثلة الرقمية التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي بينما يبحث الممثلون عن طعويد يعكس القيمة التي يجلبونها إلى البث تحديدا في شكل تقاسم الإيرادات تبنت كوريا الشمالية تعديلا للدستور لصياغة سياستها المتعلقة بالقوة النووية يأتي ذلك بعد اجتماع للجمعية الشعبية العليا اعتمد بالإجماع تعديلا للدستور ينص على أن تطور بيونج يانج أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب أزمة جديدة تشهدها شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بلاده كقوة نووية في خطوة تقضي على آخر أمل في أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي بالمنطقة التعديل الكوري الشمالي أصبح ملزما دستوريا عقب إقراره من الجمعية الشعبية العليا البرلمان لينص على تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب كيم جونغ أون قال إن السياسة بناء القوى النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شكل داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنوع وسائل توقيه الضربات النووية بيونغ يونغ حملت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية دفعها إلى اتخاذ هذا القرار مؤكدة أن الاستفزازات الأمريكية وصلت لأبعد الحدود من خلال التدريبات ونشر أصول استراتيجية في المنطقة العالم يفتقد في الوقت الراهن إلى دور الوسيط في حل الأزمات الدولية فأغلب الدول العظمى التي كانت تلعب هذا الدور أصبحت الآن متورطة في تلك الأزمات بشكل مباشر وهو ما يجعل مناطق التوتر في العالم أكثر سخونة مما يزيد من تدهور الأوضاع بشكل كبير وتتزايد المخاوف من إقدام كوريا الشمالية على استخدام السلاح النووية في أي وقت خاصة وأنها قد أقرت في السابق قانونا يسمح لها بشن ضربات نووية استباقية ذكرت الحكومة الصينية أن التدريبات التي أجرتها قواتها في الآونات الأخيرة بالقرب من تايوان تهدف إلى مكافحة غطرصة القوى الانفصالية يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تايبيز يداتا في النشط العسكري في الأسبوع القليل الماضية بما في ذلك منورات على أراضي مواجهة للجزيرة الخلافات بين بكين وتيبيه في تصاعد مستمر فبالتوازي مع اتهام الصين حكومة تايوان باستخدام قضايا تجارية واقتصادية لتعزيز مساعيها للاستقلال أجرت السلطات الصينية تدريبات في الآونات الأخيرة تقول إنها تأتي بهدف مكافحة ما وصفته بغطرصة القوى الانفصالية وأفعال تايوان الرامية إلى تحقيق الاستقلال وذلك بعد أن أعلنت تايبيه عن زيادة في النشاط العسكري في الأسبوع القليلة الماضية بما في ذلك منورات على أراضي مواجهة للجزيرة أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني سنسلة من التدريبات العسكرية حول مضيق تايوان بهدف المكافحة الصارمة لغطرصة القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان وسعيها إلى الاستقلال وفي ظل الاستفزازات المستمرة من أجل استقلال تايوان فإن تصرفات الجيش الصيني في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لن تتوقف ونأمل أن يتمكن العدد الهائل من مواطن تايوان من التمييز بين الصواب والخطأ ومعارضة استقلال تايوان بحزمة والانضمام إلينا في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وزير الدفاع التايواني أكد أن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية يزيد من خطر خلوء الأحداث عن السيطرة وإثارة اشتباك عرضي يتزامن ذلك مع رصد تايوان العشرات من المقاتلات والطائرات المسيرة والقاذفات وغيرها من الطائرات بالإضافة إلى سفن حربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ على مقربة من حدودها طوال هذا الشهر وزارة الدفاع التايوانية أبلغت عن مزيد من التحركات العسكرية الصينية مشيرة إلى رصدها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ست عشرة طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة فيما عبرت إثنتى عشرة سفينة الخط الأوسط لمضيق تايوان وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين لتستمر التوترات بين الطرفين في تصاعد مستمر مع انقطاع الآمال لحل الأزمة المتفاقمة بينهما في الأفق القريب كشف تايوان النقابة عن أول غواصاتها محلية الصنع وهي خطوة مهمة في مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجزيرة للدفاع والرادع في مواجهة البحرية الصينية ودشنت رئيسة تايوان ساي إنج وين للبرنامج عندما تولت المنصف في عام 2016 معتبرة أن الغواصة سيكون لها دور مهمة في تعزيز القدرات البحرية من جانبها أكد وزير الخارجية التايوانية أن الخطوة ضرورية لتعزيز قدرات تايبيت الدفاعية الشاملة في مواجهة التهديد العسكري اليومي الصيني علينا أن نتعامل مع انشطة المنطقة الرمادية وعلينا أن نتعامل مع التهديد العسكري اليومي القادم من الصين وبالتالي تعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة في المنطقة التقليدية مثل تعزيز قدرات قواتنا القوية وتعزيز قدراتنا في الدفاع القوي أو تعزيز قدراتنا البحرية وهو أمر لا بد منه وامتلاك غواصة جديدة هو إحدى تلك الاستراتيجيات يسعى الاتحاد الأوروبي اليوم لتحقيق تقدم في إصلاح يواجه صعوبات للسياسة حيال طالب اللجوء والمهاجرين بينما تسعى العديد من الدول الأعضاء لإقناع ألمانيا بالموافقة على إجراءات رئيسية وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يغيو هالسون عن أملها بأن يتفق الوزراء على الجزء الأخير من الاتفاق لتسوية الأزمة يأتي ذلك في وقت باتت فيه القضية أكثر الحاحن مع وصول الآلاف من طالب اللجوء إلى جزيرة لمبتوزا الإيطالية يستعد المهاجرون على الحدود المكسيكية للانتقال من مدينة تاباتشولا بجنوب المكسيك إلى أجزاء أخرى من البلاد على أمل أن يتمكنوا من متابعة الإجراءات القانونية للعبور إلى الولايات المتحدة وسهل عدد من الحافلات التي قدمتها الحكومة المكسيكية حركة الأشخاص من الحدود الجنوبية إلى مواقع أخرى حيث يمكنهم بدء طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة وجاءت هذه الخطوة لتقليل عدد الأشخاص في تاباتشولا بعد تكدس ألاف المهاجرين في مكاتب اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين في الأيام الأخيرة تداعيات سلبية كبيرة تحملها تغيرات مناخية للعالم بما تتضمنه من كوارثة ومخاطر هذا وأعلنت اليونان فرض حظر التجول في مدينة فولوس مع وصول العصفة إلياس إلى اليابسة متسارعة هي التداعيات للتغيرات البناخية التي أصبحت تهدد دول العالم وتنذر بمخاطر واسعة خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة وحدوث فيضانات ورياح قوية في غير أوانها وفي اليونان ضربت فيضانات قوية وسط البلاد للمرة الثانية هذا الشهر وطالت خصوصا مدينة فولوس بعد عصفة سابقة أصفرت عن مقتل السبعة عشر شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق قوة الفيضانات دفعت بالسلطات اليونانية إلى فرض حظر تجول في مدينة فولوس التي يناهز عدد سكانها المئة وأربعين ألف نسمة مع وصول العصفة إلياس إلى اليابسة وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة إلياس لم تكن الضيف السقيل الوحيد الذي زار اليونان مؤخرا ففي مطلع سبتمبر تعرض وسط اليونان لضمار بالسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العصفة دانيال التي قتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكل قلب الانتاج الزراعي اليوناني وأتت على محاصيل القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي عالمنا بات يعاني من ارتفاع في عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة وصلت إلى 134% منذ عام 2000 بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة ذاتها وفقاً لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية دشنت الصين أول قط قطارات فائق السرعة والذي سيعبر خلجاناً بالمحيط ويمتد على ساحل أقليم فوجيان الجنوبية الشرقية بالقرب من مديق تايوان وستعبر القطارات فائقة السرعة ثلاثة خلجان ساحلية بسرعة قصوى تصل إلى 350 كم في الساعة على مسافة 277 كم وبحلول العام الماضي بلغ طول خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة لدى الصين 42 ألف كم أعلنت وزارة البترول أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خارطة الانتاج وأضافت أن تلك الاكتشافات أدت إلى تزايد مساهمته كمصدر رئيسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملاء تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانية والتوسع التنموي والصناعي التي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ما توليه الدولة الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامة الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعثات احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراع العربي وذلك تحت شعار معنا لبناء نظم زراعية غدائية عربية مارنة وقدر على الصمود وتحقيق الأمن الغدائي حضر الاحتفالية عددهم من المسؤولين الزراعيين من مصر والدول العربية الاحتفالية تعقد تزامنا مع التحديات المتعظمة التي حدثت إطرة تغيرات المناخية الراهنة انطلاقا من الدور الهام لقطاع الزراعة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل للدول احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربية تحت شعار معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مارنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي الاحتفال جاء برعاية وزارة الزراعة وحضور عدد من مسؤول القطاع الزراعي في مصر والدول العربية الذين أكدوا أن الاحتفالية تأتي في ظل وجود تحديات متعظمة جراء التغيرات المناخية علاوة على تحديات أخرى تحتم العمل والتشارك والتنصيق في سبيل تعزيز مرونة النظم الغذائية العربية نعلم جميعا التحديات التي تصاحب النظم الزراعية صاحبة الريادة والسيادة في توفير القزاء للعالم والإنسانية لذلك حريم بنا أن نقف وقفات جادة في كيفية تمكين هذه النظمة الزراعية من الاستدامة والمحافظة على مقدرتها على الصمود لذلك هذا اليوم مميز جدا لأن التحديات أيضا في عالمنا اليوم تحديات كبيرة فلا بد لنا من وقفات اعتبارية الأهمية تكمن أنه يأتي ضمن الإرهاصات الإيجابية التي تقوم بها جامعة الدول العربية من خلال اللقاء التشاوري أنا أعتبر قمة زراعية بامتياز حدثت بالأمس في الجامعة العربية بدعوة كريمة من عام الجامعة لوزراء الزراع العرب ونتج عنها عدد لا بأس به من التوصيات الأبرز فيها هو موضوع الأمن الغذائي كأولوية في عالمنا العربي الاحتفالية شهدت ورشة عمل حول بناء أنظمة زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي لتناول جهود الدول العربية في مجال تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية ودور المنظمات العربية والإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات والأزمات هذا الاحتفال، احتفال الزراع اليوم العربي للزراعة، احتفال مهم جداً لأنه يأتي في إطار هذه التحديات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية فهذا الموضوع شقالين فيه لفترة وفي قرارات صدرت من قمة الجزائر والآن داخلين على التحضيرات للقمة التنموية الاقتصادية حتكون في نواكشوت وهذه القمة حتكون بعنوان الأمن القزائي التغيرات المناخية هي تحدي كبير للعالم بشكل عام وبما فيها البلدان العربية ولذلك كل المنظمات الدولية تشعر أنها شريكة في مواجهة هذه الظاهرة التي أضرت حقيقة بالأمن الغذائي هذا الأمن الغذائي الذي يعتبر هو أمن قومي وسلطة مطلقة لكل الشعوب هناك جهود تبدل في الإجماع العربي بشكل عام هناك أوراق عمل قدمت محظة تنفيذ وهناك إجراءات تم العمل عليها خلال الفترة السابقة وأمس تدللت هذه الجهود بتمغض عنها مجموعة من القرارات أهمها تشكيل لجنة عربية هامة برئاسة المملكة العربية السعودية لدول الأعضاء في المنظمة العربية للوقوف على أهم التحديات الإقليمية والعربية بالذات والتحديات الأمن الغذائي الذي أصبح كهل يهدد العالم أجمع والمنطقة العربية بشكل عام احتفالية هامة تأتي في وقت تتمتع فيه مصر بنهضة زراعية كبيرة تحدث عنها الحضور حيث أشادوا بجهود الرئيس السيسي في زراعة 100 مليون شجرة ومشروعات الريف المصري فضلا عن مشروعات زراعية أخرى جعلت من مصر تجربة فريدة وهامة في القطاع الزراعي تمكنت من وضع حلول للوصول لأنظمة غذائية مرنة وشجعت على الاستثمار في قطاع الزراعة محمود جميل التلفزيون المصري نظمت مديرية الصحة بضنيات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قارية تفتيش السر والتابعة لمركز فرسكور بمحافظة ضنيات يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتم توقيع الكشف الطبيعي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشاعة عادية والسنارة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية خفلنا النهاردة فيها 12 عادة تخصصية طبعا معينها تخصصات طبية مختلفة زي البطنة، زي العزام، الرمض، الجلدية، الجراحة، الأنف والأزن، الجلدية، النساء وتنظيم الأسرة كل الخدمات اللي بتتقدم في القفلة من أول قطع التذكرة اللي بتتم المريض بالرقم القامي الخاص به بتتميله بشكل مجاني بيبدأ المريض يدخل العيادة الطبيب بيكشف عليه لو هو محتاج تحليل طبي بيتم في المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل لو هو محتاج أشاعة عادية أو سنار بتتميله برضو من خلال القفلة ما شاء الله قفلة الطبية جميلة وده كثرة حلوين ومرضان حلوين وهم دول الملائكة نعمل أشكل الكفرات الطبية على مجهودة القائم في القرى بجد حاجة شرف وحاجة جميلة جدا ويراتي كراه كل مرة لأن الأرياف محتاجة لدعم الطبي اللي زي ده تواصل معارض أهل المدارس فعليتها في أنحاء الجمهورية لتقديم كل ما تحتاجه الأسر من أدوات المدارس بأسعار مخفضة ويقام المعارض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصرة والذي يقدم فيها العارضين كافة أشكال الدعم لا تتوقف المبادرات الرئاسية التي تأتي دائما ملبية لاحتياجات المواطن ومتزامنة مع المناسبات والمواسم المختلفة وتأتي المبادرة الرئاسية أهل المدارس بمناسبة موسم العودة للمدارس لتقدم للأسرة المصرية كافة ما تحتاجه من منتجات دراسية وملابس وحتى سلع جذائية وفي هذا الإطار تقدم الدولة للعارضين كل أوجه الدعم كتوفير مقر مكيفة ومؤمنة ومجانية لتقديم معروضاتهم بخصومات تصل لنحو 50% على بعض المعروضات الجديد أننا نقدم تخفضات كبيرة جدا للمستهلك وطبعا تبقى أو نهجا لتواجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العب عن كاهل المواطن المصري فنحن نقدم لهم معرض أهل المدارس من خلال تواجد الشركات العرضة الموجودة في المعرض في كافة المجالات كل الشركات المشاركة ما بتدفعش أي فلوس بدون مقابل نازلين واخدين مساحات مجهزة مقابل أنهم يقدموا تقفضات للمستهلك بالنسبة للخصومات بتبدأ من 15% ل30% بالنسبة للنوعيات معظمها مصري عشان بنشجع الصناعة المصرية ودي حاجة مهمة عندنا بتديننا بغرود وخصومات كميلة من أولها من أول الكراسة والكاشكول اللي هما بيحتاجهم كل طف وكل ولد لغاية الألم والأستيكة لغاية الأنشي بوكس اللي بحتاجه الولد والبنت برضو المعرض بيكيم بالملابس والمواد الغذائية وأدوات مدرسية وشنة متارش وأحزية فإحنا بنشارك ومنساهم بـ 25% يعني نعملينه تقفضات عن بره 25% عن بره إحنا بنشارك في المعرض هنا بنساعد الناس بأسعار قليلة أقل من اللي بره بالكتير كمان لو هنا بصراحة المعرض يعني حاجة كويسة أنا هنا حتى أسعار الشنة الأسعار بره حاجة يعني 400-300 لأ هنا الحاجة مهودة والله إحنا سمعنا عن المعرض دوة في السنة اللي فاتت وأنا جيب بالفعل أنا والأولاد واشترينا منه والأسعار كانت أحسن من بره وفيه حالات كده أو هنا متوفرة هنا أحسن من بره كل الناس اللي إحنا بنشوفها من السنة اللي فاتت بنشوفها السنة دي واللي قابليها بنشوفها برضو السنة دي فكله برضو مبسوط جدا بالأسعار دي يأتي معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصرة تحت رعاية رئيس الوزراء ويستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري أعرب عدد من زوار الوادي الجديد عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي وذلك خلال زيارتهم للمحافظة حيث تمتلك الوادي الجديد مقومات سياحية فريدة ومتنوعة نحن عملي برنامج هايل على مستوى محافظة الوادي الجديد عندنا خطة طموحة أن نستضيف مليون سايح في خلال 23-24 بحيث أنه يبقى بكورة السياحة العلاجية البيئية المطلوبة دلوقتي على مستوى العالم كله أهم محافظة للسياحة من ناحية المناطق الأسارية والسياحية عندنا أماكن طبعا تتميز بالمياه الكابريتية زي بير ثلاثة جناح وفيه أبار برضو تانية عندنا الدفن بالرمال عندنا كهوف الملح وطبعا تتميز بالمعالم السياحية الكتيرة إحنا ندعو الناس أن هما يجوا الوادي الجديد أرض الوادي الجديد أرض مقصد قوي جدا لنا وأكبر محافظة في مصر وكلنا مقصرين معاها كلنا لو عرفنا الوادي الجديد بما تشمله من مقاصد سياحية فيها سياحة الصحرة سياحة تاريخية سياحات الواحات سياحة الأبار السياحة الفلاحية دي مقصد جديد علينا في مصر لو أضفناه وكلنا محتاجين إزاي نتعايش مع أرض وإزاي نتعايش مع الطبيعة رجل قاد أمة نحو التحرر وفتح لها أفاقا تورية دعمت كفاحها ضد المحتل وأسس الجمهورية بعد إلغاء الملكية عاش حياتهم مناضلة من أجل مبادئه وقدم لمصر عهدا جديدا قضى على الإقطاع وتصلت الرأس مالية إنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي وافق اليوم ذكرى وفاته مما نعمل في السياسة ويجب أن لا تغيب عنا الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبيقه هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بعيد الكوة أزدل الستارة على حقبة كاملة من تاريخ مصر والعالم أجمع ومهد الأرض لعصر جديد تمرد على المحتل والظلم بشتى أشكاله ودعم كل الشعوب الطامحة للحرية من المحيط للخليج ناصر القومية العربية ودعا لها فسكنت القلوب وآمنت بها الشعوب العربية فأحبه الملايين إنه جمال عبد الناصر ابن حي باكوس بالإسكندرية المولود في الخامس عشر من يناير من عام الف وتسعمائة وثمانية عشر تعرف الناصر على العديد من الحركات الوطنية كحركة مصر الفتاة وشارك في تظاهرات الإسكندرية ضد المحتلة وهو بعد بالمدرسة السنوية حتى التحق بالكلية الحربية وشارك في حرب الف وتسعمائة وثمانية واربعين وكان أحد أبطال معركة الفالوغة بفلسطين وبعد عودته صار مدرسا في الأكاديمية الملكية العسكرية وكان من الرافضين لمعاهدة عام الف وتسعمائة وستة وثلاسين وفي العام الف وتسعمائة وثمانية واربعين أنشأ حركة الضباط الأحرار مع عبد الحكيم عامر وأنور السداد وزكريا محيددين وغيرهم وانضم لهم جميع الصاخطين على الاحتلال البريطاني والفساد الضارب في عمق الدولة قاد صورة السالس والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين التي طالبت بالجلاء وعزل الملك فاروق وتولية ابنه الأمير أحمد فؤاد وفي يوم السامن عشر من يونيو من عام الف وتسعمائة وثلاسة وخمسين تم إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في مصر برئاسة محمد نجيب ليأتي بعده جمال عبد الناصر بقرارات جريئة مغلفة بفكر تحروري سوري أبرزها مجانية التعليم وقرارات التأميم وعلى رأسها إعلان قناة السويس الشركة مساهمة مصرية وهي الصدمة التي أفاق الغرب على وقعها مرعوبا لبزغ فجر زعيم مصري عربي يقود منطقة بأكملها مما دفع الدول السلاس إنجلترا وفرنسا وإسرائيل للقيام بعدوان سلاسي استطاع المصريون في مدن القناة صده ووقفت الأمة على قلب رجل واحد حتى تم دحره آمنت بأفكار ناصر الداعمة للحرية والعدالة الاجتماعية دول عدة في العالم على التساعه وأسس حركة عدم الانحياز في عام 1961 مع الزعيمين نهرو في الهند وتيتو في غزلافيا ليقاوم فكرة الاستقطاب وبعد هزيمة عام 1967 قرر ناصي التنحي إلا أن الجماهير أكبرته على البقاء في منصبه فاستطاع خلال سلس سنوات أن يخوض حرب الاستنزاف التي كانت جزءا أصيلا من نصر السادس من أكتوبر من عام 1973 واستطاع خلال هذه السنوات السلاسة أن يكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة وأن يعيد تسليح الجيش وتدريب قواته استعدادا لمعركة الكرامة إلا أن القادر لم يمهله ليصاب بنوبة قلبية عقب اكتماعه بالزعماء العرب في السامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 وتبكيه الأمة العربية بأسرها وتقام له جنازة تاريخية توفيت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام عن عمر النهزة الثانية والتسعين عاما أولدت الفنانة نجاح سلام في لبنان عام 1931 واشتهرت بموهبتها خلال الحفلة المدرسية وفي عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفنانين وعمالقة أطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطرب أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم وفي عام 1949 صجلت أولى أغانيها وأيضا كانت لها أغاني أخرى لتنطلق بعد ذلك في مسيرتها الفنية وتعد أغنية أغلى اسم في الوجود يا مصر من أشهر أغانيها الوطنية شهدين وصلنا إلى ختم النشر وهذه عنوين الأكبر جبالي أمام المتدى البرلماني لدول بريكس يؤكد أن الشراكة الأفريقية مع بريكس خطوة لتصويب العمل الدولي متعدد الأطراف التعليم تؤكد أن النظام امتحانات الثانوية العامة للعام 2023-2024 سيكون مماثلا للعام الماضي النيتو يعلن تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا تتضمن ذخائر وروسيا ترفع الانفاق الدفاعي بنسبة 70% بختام العنوين نصل معكم لختام نصرات الثالثة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر